ساعة والمنتخب المصري 48 ساعة والمنتخب المصري حيبدأ مشوار جديد في تصفيات كاس الأمم الأفريقية 2023 وده في أول مباراة مع المنتخب الغيني 90 دقيقة فاصلة في أول تجربة حقيقية للمدير الفني الجديد الكابتن إهاب جلال يا طرح إزاي حيتعامل مع هذه المباراة إيه هو شكل الفني الجديد اللي حيضيفه للمنتخب هل فيه تحديات قدامه وهي الأوراق اللي حيعتمد عليها جلال بالشكل كبير خلال مشواره في هذه التصفيات أسئلة كثيرة حنجاوب عليها مع الأستاذ محمد عادل النقد الرياضي اللي منور النهاردة في سوديو صباح الخير مصر صباح الخير أستاذ محمد صباح الخير أهلا صباح الخير على حضرتك إزاي شايف أول تجربة حقيقية لإهاب جلال تقييمك إيه طيب إحنا كمنتخب مصر يعني كنا في مراحل فاصلة على المستوى الأفريقي والمستوى العالمي وشوفنا طبعا مع المدرب السابق للمنتخب مصر كارلوس كيروش إزاي وصلنا لدور النهائي لكأس الأمم الأفريقية وخسرنا بركلات الترجيح ثم تصفيات النهائية لكأس العالم وخسرنا برضو بركلات الترجيح والمباراتين كانوا أمام المنتخب السنغالي شوفنا شكل شوفنا إصرار كمان من اللاعبين إن هم يروحوا لمناطق أبعد اللي بيتفرج على منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية أو قبليها ما كانش يتصور أنه ممكن يوصل للنهائي بالشكل اللي لعبنا به كمان في بطولة أفريقيا وفي كأس العالم المهمة صعبة جدا على كابتن إيهاب جلال هو واحد من الأسماء المصرية التدريبية اللي عملت لها صيت وسمعة كبيرة وبشكل إيجابي مع الأندية اللي ضربها هو ما شاء الله ضرب أندية كتير ولكن الموضوع مع منتخب مصر مختلف أكيد لأنه هو بقى بيعتمد على أوراق كتير مصرية سواء على المستوى المحلي أو من الدور المحلي أو من اللاعبين المحترفين وفي مقدماتهم طبعا النجم الكبير محمد صلاح طبعا فهو بيلعب أول مباراة أول مباراة ورسمية يعني لسه حتى ما أجراش أي مباريات ودية دي الوقت منعه أنه هو يلعب المباريات الودية دي ما فيش توقفات دولية احنا دلوقتي في التوقف الدولي الأول اللي ممكن منتخب مصر يمارس في المباريات أو يلعب في المباريات تحت قيادة كابتن إيهاب جلال فكلنا بندعيله لأن مباراة فيه على الورق مش صعبة منتخب مصر القايمة اللي مع كابتن إيهاب جلال فيها كتير من الخبرات اللي تقدر تتغلب على منتخبات كتير موجودة ولكن برضو التجربة الأولى والمباراة الأولى بيبقى لها رهبة يعني حتى مهما كانت خبرة المدرب أو المدير الفني ولكن المباراة الأولى وانت مدرب ليه منتخبات وانت أون فوكس والناس مركزة طبعا والصحافة بتتكلم عليك طبعا كل الناس الصحافة الجمهور النقاط بيتكلموا على كابتن إيهاب جلال من ساعة نشر خبر تولي المهمة طبعا الكل مستني هيشوف إيه التغيير الكلام ده كله ولكن أنا بقول ما ننتظرش تغيير كبير يحصل في أداء المنتخب المصري لأن المعسكر لسه ما بيش من أربع خمس أيام فده هيبقى ظلم بيّن لكابتن إيهاب جلال الدنيا واحدة واحدة طريقة لعبه كمان والفكر والستراتيجي اللي بيلعب بيها بتاخد وقت شوي وده شوفناه مع الأندية اللي دربها بتاخد وقت لغاية ما اللعيبة تتعود على اللعب من خلالها خبرة اللعيبة وقدرتها على التكايف مع فلسفة كابتن إيهاب جلال اللي متعودين عليها دي هتيجي مع الوقت ولكن من أول مباراة مثلا يعني ممكن نلاقي الأداء مش قوي ولكن ما ينفعش نقول إيه إيه ده ده ما ينفعش الكلام ده كله إحنا عندنا برضو إيه إحنا أجراسف أو متسرعين أوي في الرد على أو في الهجوم على أو في التحليل السريع لكن إحنا نتكلم عن مدرك لسه أول مباراة رسمية لي مع المنتخب نتمنى له إن شاء الله ونتمنى لكل اللعبين التوفيق إن شاء الله طيب 2006-2008-2010 كان حسن شحاتة جيل الزهبي من اللعيبة حققوا نجاحات متتالية وراء بعض في الحقيقة كان يعني ما كناش قادرين نشوف ليهم غلطة لعيبة دلوقتي لعيبة عالمية عملوا اللي يمكن أجيال قبل كده ما قدرواش يعملوا لكن لسه لغاية النهار ده في عندنا يعني تركية كده نقصة يعني لما بنيجي نلعب محلي حلقة مفقودة إيه بقى يعني اللي ناقص دي حاجة وخصوصا كمان دلوقتي هاب جلال هو مدربة هو مصري زي حسن شحاتة فهل هو ممكن يفك بقى التلاصم دي يعرف إن مشكلة فين؟ طيب نتكلم على فترة كابتن حسن شحاتة بسرعة جدا لأنها هتتوافق مع الكلام اللي كنت بقوله قبل كده كابتن حسن شحاتة وصل للمستوى الأعلى أو بيسمونه المستوى سنة 2008 كابتن حسن شحاتة تولى تدريب منتخب مصر فيه 2004 فعلشان يوصل باللعيبة اللي معاه ومعظم اللاعبين لابوا في 2004 في تصفيات كأس العالم 2006 لأنه جاي بعد تردالي وكان على فكرة كابتن حسن شحاتة كان مدرب مؤقت يعني ساعة متى ولا مهمة منتخب مصر سوكا مع التركيبة والسر هو كان عارف يدير وكمان معظم اللاعبين كانوا مع كابتن حسن شحاتة في منتخب الشباب فهو عارف إزاي يقود اللاعبين دول يسيطر عليهم يعرف كل نقاط القوة والضعف اللي موجودة في الفريق ولكن احنا عادنا أربع سنين عشان نوصل للمستوى المنشود والمستوى اللي كل الجمهور المصري بيفتكروا لكابتن حسن شحاتة يعني في 2006 احنا كسبنا آكاس أفريقيا ولكن المستوى فعلا المنتخب مصر أو جمهور مصر بيحبه هي فترة 2008 وكأس العالم للقارات 2009 فمن 2004 إلى 2008 هتنكلم في أربع سنين فهل الجمهور هيصبر على كابتن إيهاب جلال أربع سنين هل مسؤول افتحاد الكرة المصري هيصبره على كابتن إيهاب جلال أربع سنين يا قصة مش مصري وغير مصري هي القصة فن الإدارة خليني متفق معك صحيح حسن شحاتة ادر أنه هو يحتوي ويدير صح ويكبر ما يصغرش وما يلتفتش للتوافع الأمور ويركز في الأمور المهمة هل بقى إيهاب جلال من وجهة نظرك في نفس التركيبة دي ولا ده بقى لسه ما شفناهوش لأن مثلا نحن نتكلم على كابتن إيهاب جلال هو تولى تدريب نادي الزمالك قبل كده ونادي الزمالك من الأسماء الكبيرة جدا جدا في عالم كورة القدم سواء في مصر أو في القارة الأفريقية أو حتى في المنطلة العربية كابتن إيهاب جلال ما لعبش مع الزمالك غير 17 مباراة على ما أتذكر 17 مباراة وبعد كده تم اتقالته معظم التجارب بتاعة كابتن إيهاب مع مصر المقصة وهي تجربة كبيرة جدا جدا ومشهود لها بالكفاءة وبالأداء والناس كلها كانت منباهرة بالأداء لأنه كان أداء جديدة على الشكل الكورة في مصر تولى كمان تدريب النادي الإسماعيلي وأخيرا كان متولي تدريب نادي بيريمدز فنتمنى التوفيق ليه ونتمنى الصبر عليه بس ده المهم الأوراق الموجودة أوراق تساعد جدا جدا أن نحن نشوف فيها شكل كويس الناس كانت عايزة طريقة هجومية ولعب هجومي عكس الطرق التي كانت موجودة قبل كده مع كامل احترام لكل المدربين اللي كانوا موجودين لنا كانوا أسماعها عالمية زي كارلوس كيروش أو هكتور كوبر بيلعبوا بطرق دفاعية ولكن طرق دفاعية وصلت مصر مع كوبر أولا لكأس العالم 2018 وصلت مصر لنهائي كأس أفريقيا 2017 مع كارلوس كيروش وصلنا لنهائي كأس أفريقيا 2021 اللي كانت في يناير اللي فات واللي تصفيات النهائية لغاية آخر مرحلة وهي ركلات الترجيح فالطريقة اللي الجمهور بيحبها هو جيء مدرب مؤمن جدا بالقدرات والطرق والفلسفة الهجومية لكن هل هيلعب بيها من أول دقيقة الناس كلها تقريبا حافظة إزاي كابتن إيهاب جلال بيحب وإزاي فكره عمل إزاي لكن هل ده هيقدر يطوعه مع اللاعبين الموجودين خصوصا إن ده مش نادي بيضربه وبعمل بيه معسكرات ده منتخب ده منتخب والمنتخبات أوقاتها قليلة إزاي قدرة اللاعب على الاستعاب ده بقى اللي هنشوفه ومنقدرش نحكم عليه في المباراتين حتى إحنا عندنا مباراة مع إثيوبيا إن شاء الله يوم تسع يوم الخميس فما نقدرش هيبقى من الظلم إن إحنا نقول لا ده فيه فرق كبير لا ده فيه الفارق فيه الإمكانات ما بين اللاعبين كبيرة يعني الأسماء هنا وهنا على الورق تحسم لمنتخب مصر قلبا وقالبا مع وجود لعيبة في منتخب غينيا على واجه الخصوص بيلعبوا في دوريات أوروبية كبيرة يعني إن كنا مع نبي كيتا نبي كيتا واحد من اللاعب خط الوسط في فريق ليفر بولوز من محمد صلاح ولعب كتير جدا 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 عندنا مقترد ياخبه بيلعب في فالينسيا عندنا موريبة بيلعب في فالينسيا برضو ولعيبة تلعب في روما من شكل مش أساسي وفي سويسرا وفي أندية فرنسا يعني فرصة إيارة للأقوى بس أنا خليني أقول لك فرصته أقوى بس إحنا عندنا حصيلة من للأسف الإصابات يعني عندنا الشناوي جالوا كورونا كورونا للأسف السلام إن شاء الله يعني عبر السلية موجود مع المنتخب يعني بيتمرن بشكل مستمر وبشكل ثابت مع المنتخب في إرهاق كمان من بعض اللعيبة من بعض المتشاط اللي فاتت خاصة اللعبت الأهل إحنا دلوقتي بخاطر الضغط كبير حتى في كل حتة في الدنيا يعني بعيدا عن الدور المصري لأننا لسه مستمرين في الدور المصري اللعيبة اللي خلصت دوريات بقى في أوروبا خرجوا من الدوريات وممكن بيتكلم مثلا على ريال مدريد وليفر بول اللي لسه كانوا بيلعبوا يوم السبت اللي فات راحوا خلاصة على منتخباتهم زي محمد صلاح بالزبط يعني الناس خلصت دورياتها والبطولات القرية بتاعتها وراحت على منتخباتها فبرضو في بعض الإرهاق المدربين هنا وهنا هيعتمدوا وهيراعوا ده وهيقدروا إنهم من خلال الأوراق الموجودة معهم إنهم يريحوا بعض اللعيبة عشان خاطر برضو المواسم كانت الموسم كان طويل جدا جدا خصويا للي كاملوا الآخر يعني مثلا زي لعيبة ريال مدريد ولعيبة ليفر بول اللي خلصوا الدوري يعني مثلا ليفر بول خلص الدوري في إنجلترا بعدها بكام يوم أو بخمسة يام راح يلعب دوري أبطال أوروبا فالمواسم الموسم كان طويل إحنا عندنا برضو إحنا الموسم مضغوط بديم متأخر وهنرجع من المنتخب على مباريات قوية جدا جدا يعني المباراة الأولى للعيبين الموجودين في المنتخب مصر بعد لعيب الأهل والزمالك يعني بعد الأجندة الدولية هي مباراة للأهل والزمالك فهي مباراة برضو كبيرة قياسا على كده الأهل مثلا عنده بعض من المباريات المتأجلة فده هيضغط أكتر على اللاعبين هي مواسم متلاحقة في الكورة المصرية أو في الدوري المصر مواسم متلاحقة ده طبعا بيأسرع اللاعبة وطريقة اللاعب كاتل نهايب جلال بتعتمد على القدرات البدنية بشكل كبير جدا 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 لأنه في كل الأندية اللاعب معها بيعتمد على حاجة اسمها الضغط العالي الضغط العالي يعني خط الدفاع ممكن ترقيه في منطقة وسط الملعب بيلعبه بشكل كامبت الفريق كله بيتحرك مع بعضه فأنا بهاجم بضغط على مدافع الفريق المنافس بالنسبة لي فلازم يكون عندي قدرة بدنية كبيرة لو ما استخلصتش الكرة هنا العيد ونص الملعب يقدروا يجروا ويروحوا ويستخلصوا الكرة فدي من الحاجات الأساسية عند كابتن إيهاب جلال هل هيقدر يطبقها من المباراة الأولى؟ أنا بقول صعب ولكن ما ينفعش نقول لا ده ما ينفعش لا كذا 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 لحن نسى في أول مباراة خلينا نشوف التجريمة طب محمد صلاح وده يعني حاجة من مجموعة طلاصم كبيرة جدا يعني محمد صلاح اللي محقق تقدم كبير جدا في أوروبا ومكسر الدنيا واخد جوائز عالمية وما شاء الله ملء السمع والبصر يجي هنا مش عارفين ناخد يعني خسر أمم أفريقيا خسر مباراة المباراة اللي خاصة تاهل لكس العالم هل إيهاب جلال هيعرف يكيف محمد صلاح يعني والله وعملوها الرجالة بس خلينا نقول أنه برضو بيعمل اللي عليه يعني هو طبعا يعني ممكن يبقى أنت حتى قلنا ده صح وللأ المنظومة كلها ممكن لعيبة من حواليها لهو وماني بيعرفوا يعني بيعرفوا بيعرف في ليفر بول أنه هو يتقلق أكتر جماعيا أكتر مفرديا لازم برضو يعني نكون واقعيين أي فريق ليفر بول بالعيبة اللي جواه بالكواليتي اللي جواه غير الكواليتي اللي موجود في لعيبي منتخب مصر مع كامل الاحتراق فرق كبير جدا 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 في القدرات في المنافسات اللي موجودة على طول محمد صلاح بيعمل عليه هنا وهنا محمد صلاح بيعمل عليه هنا وهنا والدليل أنه هو مع منتخب مصر وصل لآخر مرحلة في كل البطولات اللي بيلعبها وصل يعني نتكلم عن الفترة الحالية اللي احنا فيها وصل لنهائي كأس أفريقيا مع كارلوس كيروش وصل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم برضو مع كارلوس كيروش مع المجموعة اللعيبة صلاح عامل شغلة عظيم جداً جداً مع ليفر بول هداف الدور الإنجليزي أكتر ما نصنع أهداف الدور الإنجليزي جوائز ما شاء الله الموسم ده كمان عامل موسم استثنائي مع ربطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا هو واحد من ضمن الستة مرشحين لقب الأفضل فهو بيعمل شغلة عظيم جداً جداً مع ليفر بول ولكن محمد صلاح مش بيلعب لوحده محمد صلاح مش بيلعب لوحده إحنا كلنا نعرف مين هو ليونال ميسي يعني كانوا بيسمينه المتخازل ليه آه يعني أيام حتى مجم مع برشلونا وبيروح لأرجنتين ده عشان خاطر مثلاً فشل في الفوز بكأس العالم في 2016 وفشل في الفوز مع الأرجنتين بالبطولات لغاية ما كسب كوبا أمريكا في 2021 فإذا كنا نتكلم كده على ليونال ميسي فما بقى لك بقى أمام محمد صلاح هو نفس المثل تقريباً بالضبط هو فارق الكوارت رغم إن بقى ميسي معاه برضو نجوم كبار أو بلعبوا في دوريات أوروبية كبيرة نفس الحال مثلاً مع سادي وماني سادي وماني بقى عشان خاطر المنظومة اللي في السنغال كلها أو معظوها بتلعب فيه أندية كبيرة بداية من حرس المرمى اللي بيلعف نادي تشلسي مروراً بقى بكل خطوط من دفاع وخط الوسط ولجوم إدواردو ماندي طبعاً والهجوم لغاية ما نوصل لسادي وماني وإسمائيل السهر بيلعف واتفل صحيح شكراً جزيلاً لحضرتك شكراً لحضرتك